اي فيلم بالدنيا لازم يكون فيه مبالغة علشان تجذب انت الجمهور وتحصل تذاكرة زيادة فهذه شي طبيعي بالفن فيلم الجوكر هل يصير على ارض الواقع خلك من فيلم الجوكر مو لي درجة الفلم يعني غير هذا فيلم يبقى فيلم في النهاية علشان تجذب الجمهور ودراما وحبكة والاشياء هذه الفنية ما عرف لها بس هل في حالات نفسية خطرة وممكن تقتلي طبعا في حالات نفسية خطرة الفورنسيك سيكاتري بجناح في المستشفى خاص لعندهم جرائم وهما بسبب المرض النفسي يعني لان عنده مرض نفسي قاعد يرتكب جريمة معينة فيروح يودونه المستشفى بهذا الجناح هو اشبه بالسجن الجناح المسؤولين عنها الداخلية مو مسؤولين عنها يعني هو داخل مستشفى الطب النفسي ولكن المسؤولين عنها الداخلية يعني عليه حرس شرطة يعني ضباط وشرطة والاشياء هذه فيه امراض واحد نفسية تأدي الى القتل يبقى ابسطها الهام او الضلالات اذا انا كنت اظن مثلا واحد ايك يظن ان عياله هذول مو منه وهو متزوج من عشرين ثلاثين سنة يأت فكرة اركبت بمخة فكرة فصامية اركبت بمخة قالتنا ان هذول مو عيالك وتعرف احنا كمجتمع شرقي موضوع الشرف عندنا مو شي بسيط فيروح يقتل زوجته او يقتل حتى هذول العيال ظنن منه بوهم ان هذول مو عياله يس يصير حالات ثانية مثلا مشابهة حالة ان واحد يعتقد ان فيه احد قاعد يكيد له او في احد يبي يسممه او في احد يبي يضره يروح وهو يتغدى فيه قبل لا يتعشى فيه يقول لي كان يتغدى فيه قبل لا يتعشى فيني لانه يبي يقتلني فيروح وهو يقتله في الامراض النفسية نعم فيه تسوي كذلك الحين الدايناميك شلون صارت تحليلها النفسي هذا لا يوعنى في الجانب القانوني والله هو مسؤول عن تصرفاته او غير مسؤول عن تصرفاته بالحالتين راح ينسجن ولكن اذا مسؤول عن تصرفاته بسجنه العادي اذا غير مسؤول عن تصرفاته بسجنه بالجناح الطب النفسي الجنائي شلون صارت الحالة هالطريقة هذه تحليلها يصير من اجل تحليل او الدراسة الاكاديمية وليس من اجل بحث عن ثغرة قانونية لبراته ما راح يطلع براته مستحيل يطلع براته حتى لو غير مسؤول عن تصرفاته حتى لو ذهان فانت اللي قاعد تقول عننا الدوافع وشلون نشأته امه ابوه قسوتهم ادت الى وصوله لهذه المرحلة هذا للاستئناس الاكاديمي انا من وجهة نظري وليس للقضية دعوة بهالموضوع انا ما يهمني اذا انت يبقى واحد مو مريض نفسي واحد انا 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 بالتسعينات امي كانت في المستشفى وانا طالع مسرع بالسيارة ابي الحق عليها في المستشفى مسرع انا بالسيارة سويت حادث زين انا اروح حق القاضي ما تعور احد الحمدلله بس يعني لنفرض صارت فار فيها احد تعور رشيها اروح حق القاضي يقول اوالله لانا امي في المستشفى انا دعمت واسراك واسرعت وبعدين تعور لجدامي اللي دعمته لا حبيبي مو شغلي انا انت ليش مسرع انت ليش طفت الاشارة الحمرة والله انا ولدي في المستشفى ولا ولدي مصاب ولا زوجتي ولا بتولد ولا واتفر مو شغلي انت تدفع المخالفة مالتك حتى لو كانت دوافعك حسنة النية في قانون انت خالفت هذا القانون انت مسؤول يبقى عاد وين تنفذ عقوبتك هذه عادة اللي تختلف عليها حسب حالتك النفسية اصلا كمريض نفسي ذهان حرام تحطه بسجن عادي مو زين له يعني في ناس تمتحر في ناس يحتاج ملاحظة 24 ساعة من الدكاترا ومن التمريض يشوفونه يكون تحت عينهم لانه ممكن يؤذي نفسه ويؤذي احد